اهلا بكم الى موجز الانباء دعا محافظ حمص اهالي مدينة القصير الذين تضررت ممتلكاتهم جراء تخريب وارهاب المجموعات الارهابية المسلحة دعاهم الى مراجعة مجلس مدينتهم لتقدير الاضرار تمهيدا لتعويضهم عنها ووحدد المحافظ احمد منير محمد فترة المراجعة بخمسة عشر يوما تبدأ من الثامن من الشهر الجاري بهدف تعويض المتضررين عن خسائرهم خلال اسرع وقت ممكن وطالب المحافظ العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في مدينة القصير الاتحاق بعملهم بهذه المؤسسات والدوائر فورا مؤكدا ان هذا الاعلام بمثابة تبليغ رسمي بانهاء جميع قرارات التكليف والندب لجميع العاملين الى خارج مدينة القصير التي تم اتخاذها في الفترة السابقة بسبب الظروف التي تعرضت لها المدينة وفي حمص ايضا قام المحافظ احمد منير محمد بزيارة الجرحى الذين سقطوا جراء التفجير الارهابي الذي وقع امس في حي العدوية مقابل دير المخلص وادى الى استشهاد سبعة مواطنين واصابة العديدين اضافة الى وقوع اضرار مادية بالممتلكات لا مبرر لهذه الاعمال التكفيرية التدميرية القتل الممنهج للانسان العقيدة الصهيونية اللي شفناها موجودة بالحرب على سوريا يكفيها الفكر الصهيوني يكفي الفكر الظلامي الذي يحرض على القتل يكفي سوريا مع ان شاء الله انتصاراته بنقول لهم هاي اخر اوراقة لكن هذه الدماء الطهرة هي رح تطهر الاثام والشرور اللي امد فيها عقلكم بالتكفير الظلامي وشروركم واتطهر اصابع اسرائيل وتبتر اصابع اسرائيل وتعيد لسوريا بثبتها وسعادتها وتساهم سوريا بدورها الافضل الرحمة لكل شهداء سوريا هؤلاء الابرياء هم دائما رح تكون كوابيس على من اراد السوء بسوريا والان نراهم يتساقطون وغدا شدتا هم يتساقطون كل من اراد السوء لسوريا سيعاقب بمثل ما السوء اللي اراده دعا سماحة الدكتور احمد بدر الدين حسون المفتي العام للجمهورية لوقف تهريب السلاح والمسلحين الى سوريا وذلك في رسالة وجهها للمشاركين في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ونظمت الدورة الاممية تحت عنوان سوريا الطريق الى السلام حيث دعا المفتي الى ضرورة ايقاف تدفق سلاح وادخال الارهابيين الى سوريا والعمل الجاد ودعم الجهود السلمية لحل الازمة متوجها الى المعارضة السياسية خارج سوريا بالدعوة الى العودة للارض الوطن اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كيندا الشماط ضرورة تحل المنظمات الدولية الراغبة بتقديم المساعدة للشعب السوري بالشفافية والحيادية الكاملة دون اي اجندات سياسية وقالت الشماط في مقابلة تلفزيونية ان ملف اغاثة المحتاجين والمهجرين من ارهاب المجموعات المسلحة هو من اولويات عمل الحكومة ولا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية والدعم المقدم للمواطنين الذين هجروا من منازلهم واضافت ان الدور الاول في مساعدة المهجرين والمحتاجين سيكون للحكومة من خلال توزيع الساعة عليهم وفقا لخطة الاستجابة الانسانية ومن واجب المجتمع الدولي ان يساعد الحكومة على القيام بهذا الدور اكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي ان العنف سيلحق بالدول العربية التي تغذيه في سوريا وذلك في حديث صحفي نشرت مقتطفات منه وكالة يو بي اي للانباء امس وقال مدلسي ردا على سؤال يتعلق بالاطراف العربية التي تدعم المسلحين في سوريا بالسلاح ان ذلك قد ينقلب على هذه الدول مستقبلا مضيفا اذا كان هناك اطراف تغذي العنف يجب ان تتراجع عن موقفها لانهم اذا استمروا في العنف فالعنف بصفة مباشرة او غير مباشرة يلحقهم فيما بعد وفي العراق قتل سبعة عراقيين واصيب ثمانية عشر اخرون في تفجير ارهابي نفذه انتحاري بسيارة مفخخة شمال العاصمة العراقية بغداد اليوم ونقلت اسيوشي دي بريس عن مسؤولين في الشرطة العراقية قولهم ان انتحاريا انفجر سيارته عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة عند مدخل حي الكاظمية شمال بغداد ما اسفر عن مقتل سبعة اشخاص بينهم خمسة جنود عراقيين واثنان من المرة واصابة ثمانية عشر اخرين وكانت السلطات العراقية اعلنت امس مقتل خمسة اشخاص وجرح اثنين وعشرين اخرين في هجومين ارهابيين بسيارتين مفخختين في بغداد والموسي امر الرئيس السوداني عمر حسن البشير بوقف نقل نفط جنوب السودان عبر اراضي السودان وذلك بعد اقل من شهرين على عودة تدفق النفط الجنوبي عبر الاراضي السودانية وحيث استؤنف في نيسان الماضي نقل نفط بعد توقف لاكثر من عام نتجا من تصاعد التوتر بين الجانبين وخصوصا حول تقاسم عائلات النفط والرسوم عبوره قبل ان يعلن مجدنا في السابع من ايار الماضي عودة تدفق النفط اعلن رئيس بلدية اسطنبول عن استعداده لتعديل مشروع اعمار ساحة تقسيم الذي كان وراء اندلاع شرارة الاحتجاجات الشعبية في سبيل الالتفاف السياسي وتهديئة الشارع فيما رد المحتجون برفض دعوة رئيس البلدية هذا وواصل الاف الاتراك احتجاجاتهم امس لليوم التاسع على التوالي رافضين دعوة اردوغان الى وقف فوري لهذه الاحتجاجات فيما استمرت الشرطة التركية بقمع المظاهرات لا سيما وسط العاصمة انقرة وفي اسطنبول تجمع الاف الاتراك في ميدان تقسيم مشتبكين مع قوات الامن المدعومة بطائرات هلوكوبتر وعربات مدرعة بينما امضى ناشطون الليلة في خيام وحافلات مدمرة في منتزه جينزي بجوار الميدان قال الامين العام للامم المتحدة بان كيمون ان الجماعات المسلحة في مال ما زالت تمثل تهديدا امنيا خطيرا على المنطقة باكملها واضاف كيمون في تقرير لمجلس الامن الدولي ان الوضع على الارض ما زال خطيرا مع استمرار وقوع اشتباكات متفرقة بين الجماعات المسلحة واستمرار وقوع هجمات غير منتظمة عبر مناطق الشمال الثلاث مشيرا الى ان تقدم قوات الدفاع والامن المالية شمالا باتجاه مدينة كيدال ادى الى تفاقم التوترات وزيادة الاضطرابات الوضع في المنطقة ما دفع الحكومة والمسلحين للبدء بمحادثات قبل اجراء انتخابات عامة الشهر المقبل اعلن البيت الابيض في ختام المحادثات بين الرئيس الامريكي باراك اوباما والصيني شي جينج بينج السبت انهما اتفقا بشأن كوريا الشمالية والمناخ واكد ان بكين اخذت علما بقلق واشنطن في مجال امن المعلوماتية وقال احد مستشاري اوباما ان المحادثات بين الرئيس الامريكي ونظيره الصيني استغرغت في المجموع حوالي ثماني ساعات موزعة بين الجمعة والسبت في موقع ساني لانز الفخم في رانشو ميراج على بعد 160 كيلومترا شرق لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا اتفقت كوريا الجنوبية وكوريا الديمقراطية اليوم على عقد المحادثات الوزارية في الثاني عشر من الشهر الجاري ونقلت وكالة الانباء الكوريا الجنوبية عن المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية قوله ان الجانبين ناقشا في حجم الوفد والجدول الزمني للمحادثات والاعمال واضاف ان الكوريتين اتفقتا على استمارة المحادثات بعد اختتام الاجتماع العام مشيرا الى ان النقاش كان سليسا حتى الان وسط الظروف الهادفة الى التعاون المتبادل من اجل عقد المحادثات الوزارية كتام المجاز الى اللقاء اشتركوا في القناة